الى اللي صارت بين جده وبين حج جماعته فلعلك تتكلب من منطلق شرعي عن الجار وما له وما عليه في دقيقتين بس طيب أما الجير فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبرير يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام إذا عند إعداد الطعام قال فلتكثر مرقتها ولتطعم جارك وكما قال عليه الصلاة والسلام وبما أني اليوم في صف الشعر فإعذروني المشايخ بأطلع إلى الشعر وإلى الشعراء وننتقل من هذا الزمان إلى قبل 1400 عام طيب أجل تعال هنا يا خاني يجي جنبهم كوني يصير شاعر خلاص راحت عليكم بس أولي لو رفضتها كله الله وانا شاعر طبعا نشاعر وخصوص المساعد جامعة للغانما كله وليون الرب ننتقل من هذا الزمان إلى قبل 1400 عام ومن هذا المكان إلى بلد الله الحرام الشعر والشعراء هم منبر العرب وهم أصحاب التأثير وهم أصحاب الريادة والسيادة ولهم أثر كبير في العرب بل إن القبائل العربية كانت تقيم الاحتفالات إذا ولد فيها شاعر وظهر فيها شاعر فقريش كحال بقية العرب تعلم تأثير الشعراء وتعلم أثر الشعراء فذهبت إلى شاعر بارز من أشهر الشعراء في عصره وهو حسان بن ثابت قبل إسلامه فقالوا نعطيك مالا لتهجو محمد يريدون أن يؤثروا في الرأي العام فقال لا أهجوه حتى أنظر إليه فجلس في طريق يمر منه محمد صلى الله عليه وسلم فعندما مر رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى حسان إلى ذلك الوجه المنير والقمر المستنير تحول الهجاء إلى ثناء والقدح إلى مدح وقال لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفة كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجة من أنجم الزهر الله ثم عاد إلى قريش وقال أما مالكم فاخذوه وأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأثنى حسان بن ثابت على رسول الله في قصائد كثيرة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم وروح القدس يؤيدك يعني جبريل عليه السلام ومن جميل ما قال حسان هي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء بل إن جابر بن سمر رضي الله عنه وأرضاه يقول نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أضحياني على القمر مكتمل ومرتديا حلة حمراء ووالله لوجه رسول الله أحب إلي من وجه القمر حسان أسلم بمجرد رؤيته لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود لم يسلم بعد دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مدينة منورة وكانت تسمى يثرب فعندما دخل رسول الله يقول أنس بن مالك أضاء في المدينة كل شيء وكان أنس بن مالك حاضر عندما مات رسول الله وقال عندما مات رسول الله أظلم في المدينة كل شيء عبد الله بن سلام يقول عندما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام من مدينة انجفل الناس ينظرون إليه يقول كنت في من ذهب فعندما رأيت وجهه وعلمت أن وجهه ليس بوجه الكذاب صلى الله عليه وسلم وكان أول ما قال أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام صلى الله وسلم على نبينا محمد هذه بعض الأبيات التي قيلت في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام والقصائد تقال في مدح الله والثناء على الله سبحانه وفي مدح رسوله وفي مدح أولاة أمرنا حفظهم الله وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثوب أيها الشعراء ولا فضفوكم أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد والله يا براكان نشوف أنه بسولك اشتراك الحقيقة وأنا بسوي معك طاق مبدل لا بشرف تعالى الله يبيض وكك أقول أنت مبدأ أنت كلمت في الشعر وأنت كلمت في الدين تكلمت في الأدب سأله أن يفتح عليك ويفقنا وإياك شيخ وطيب راس ومطلق ومن روس عرب وليهم من عندي ذلحي الحقيقة أنت مكسب لهذا المجلس يا براكان أنت هالمطاليق وهالنشامة اللي حاضرين مجلس النشامة الشاعر مني في الهويل